انا دايما ببقى مهتمة قوي لما يكون معايا كاتب كبير بقيمة يوسف اني اسأل واسئلة لانه كتاباته كلها من لحم ودم عن المصريين وعننا في مواقف كتير مختلفة سؤالي كان لحضرتك قبل الفاصل برحب بيك طبعا مرة تانية سؤالي كان لحضرتك عن هوية المصريين يعني هم مين المصريين دول وازاي احنا يعني هقول لحضرتك بصراحة سيد الرئيس لما خرج في المؤتمر اللي كان فيه رئيس الوزراء الالماني موجود وقال امامه باني لو قلت بس لو قلت للشعب المصري انه ينزل يعبر عن استمدته وحبه للارض دي هينزله بالملايين هو ما طلبش هو هو عمل امنية لو الشعب مستناش الحقيقة فهذا الالتفاف السريع جدا بين شعب وقياته واهتمامه بارضه ده جاي منين في التاريخ جاي من ان الرئيس خيوته السرية اللي بتربطه بالشعب المصري اللي هو اقدم شعوب الارض وانا مش عايز اكررها كتير اوي نابضة وحية ومستمرة وانا مرتبط او بالشارع المصري وبشوف كيف يفكر المصريين العاديين البسطاء اللي هما لا بيكتبهم ولا بيعملوا سينما ولا بيعملوا مسرح ولا تلفزيون ولا غيره اللي هما الناس العاديين في الشارع المصري دول يشعروا بقيادتهم الان بطريقة اه انا مش فتاش قبل كده الا في ستينيات القرن الماضي يعني يعني اه وبرضو كانت مرتبطة بعدوانات من العدو الاسرائيلي ومن الغرب بس الغرب ما كانش بالوقاحة اللي موجودة دلوقتي صحيح ففيه توحد يكاد يكون كامل وهذا من من اندر الاشياء بين الشعب المصري وقيادته اه الراهنة وجيشه اه وجيشه اه وشرطته اه يعني فيه سلاسية كده المجتمع المصري قوات مصر المسلحة شرطة مصر سلاسية هي دي اللي بتخلي الواحد ينم بالليل مطمئن الى استمرار مصر وبقاء مصر رغم كل المؤامرات وبرغم كل المحاولات اه اكيد طب احنا ورسنا ده يعني استيس يوسف احنا ورسناه اه لانه يعني انا انا بكلمك وانا عندي بنت صغيرة لقيتها هي كمان قعدة مهتمية وبتسجل وبتكتب وعايزة تقول حاجات جواها فيعني حتى الجيل الصغير متأثر اللي هو ما شافش كل الحاجات دي تمام طبعا لان احنا خدي امريكا انا بقول عليهم دايما شعب من المهاجرين يعني ايه صح السكان الاصليين النسيج مش واحد لا السكان الاصليين اللي هما الهنود والحمر هما قضوا عين تم ابادتهم صحيح لا ابادتهم ابادتهم حقيقية ودي جريمة احنا سكتنا عنها وتغاضينا عنها بس هي مش شبه اللي بيحصل ها ايه مش شبه اللي بيحصل بالزبط ايه شبه اللي بيحصل طبعا طبعا تمام بالزبط بالزبط فالوجدان المصري المرتبط ببلده مرتبط بجيشه مرتبط بشرطته مرتبط برئيسه رئيسه هو رمز من رموز مصر الحديثة المهمة جدا لدخل التاريخ وستبقى في هذا التاريخ الى الابد هذه المحنة الاخيرة اه وهذا التهديد المباشر لقطعة عزيزة وغالية على قلوبنا كلنا قطعة عزيزة وغالية على قلوبنا كلنا وتهديد لها اناق الليل واطراف النهار ويطلع رئيسه العدو الاسرائيلي مش عايز اقول اسمه ويقول اسمها ويرجع تانيوم يعتذر ويقول ان ده غلطة لسان لا يعني مش غلطة لسان هو عارف انه ما ينفعش يعمل كده مع مصر وانه ده غير مقبول طبعا طبعا لا ورد الفعل المصر المباشر كان سريع كان سريع وحاسم ولا يقبل الجدل يعني ما كانش فيه حقيق انصف حلول ولا حاجة ولا كان فيه دبلوماسية علاقات دول ببعضها كان كلام واضح ومحدد ولا يقبل الحلول الوصلة طيب بما ان احنا اتفقنا واحنا عارفين الكلمة بتاعت مؤامرة غزة كلمة التهجير كلمة التهجير اللي استخدمتها اسرائيل مبكرا جدا مع بداية بعد 7 اكتوبر كلمة التهجير وكان يعني كانوا يلعبون بالكلمة في اكتر من موضع مرة يقولك يتجهوا الى الجنوب كأن الجنوب ده مبهم وبعدين يتجهوا الى مصر لسينة وبعدين يقولك التهجير القصري وبعدين يقولك طب نستضيفهم مؤقتا وحنديكم الخيام ونديكم الحاجات هل حصل في التاريخ ان تم استضافة يعني وطن تاني وشعب تاني وبعدين هجر ولم يعود الى ارضه لا لم يحدث بس احنا الغد الوقت بنستضيف الاجانب يعني احنا الغد الوقت بيجينا الاوروبيين الاجانب الجرحة والجرحة تم انشاء الادارة المصرية قادرة على عمل المعجزات دول اللي عملوا الاهرامات في فجر التاريخ فتم عمل مستشفى في منطقة الحدود فورا طبعا في الشيخ زويد الحالات بس ده انا فهمها انا هنا سؤالي لحضرتك اساس يوسف انا هنا سؤالي لحضرتك كلمة التهجير دي هل هم شايفين انه ممكن يتضحك على مصر طب خدوهم بس بشكل مؤقت شوية متصورين اعم متصورين لانه حالة الخيالاء اللي عندهم انت ما تشوفي حروبهم معانا وعدد الشهداء مش اعزوا عنهم شهداء هم شهداء القتلى وعدد القتلى الاسرائيليين هتلاقي الحرب دي فيها قتلى وجرحة بارقام مهولة صحيح بارقام مخيفة مخيفة يعني فمن الاسرائيليين ومن الفلسطينيين الفلسطينيين طبعا اكتر للأسف الشديد لانهم عزل وظروفهم صعبة لكن هذه حرب هدفها الاساسي ان يسيل هؤلاء الناس يحطون في حتة من سيناء وده لن يتم ولن يكون على وكه الاطلاق على الاطلاق لان سيناء جزء من الروح المصرية صحيح من الوجدان المصري وانا اول ما اللفت نظري لعظمة سيناء دي كان الدكتور جمال حمدانا الله ارحمه طبعا ولو اكتاب شديد شخصية مصر وكاتبه كثير عنها وكتابه عن شخصية مصر عمل فيه جزء كبير جدا عن سيناء صح وكان عبقرية المكان اه يعني كان يدرك ان ده مكان عبقري ان المكان نفسه واول ما اطلق حاجة التعبير صحيح ان المكان ده مكان عبقري صحيح ويجب ان احنا يساوي مش الدلتة ومش القاهرة ومش الاهرامات ومش الصعيد ومش واكي بحري يساوي مصر كلها اشتركوا في القناة